ترجمة نانسي قنقر وتوسط النموذج رقم 2 وقد نزل على القناة نموذج سابق لكل من يريد مشاهدة نموذج سابق رابط نموذج الأول سوف يكون في صندوق الوصفة لكل من يريد مشاهدتها وإذا أعجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية وبدون إطالة لنبدأ مع فيديو اليوم الوضعية الأولى قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي علينا إلى المقربون عندنا الآيات من 18 إلى 28 من سورة المطففين واحد أكمل كتابة الآيات من 18 إلى 28 من سورة المطففين مع ضبطها بشكل التام ثانياً إشرح الكلمتين لدينا تسنيم وثوب ثالثاً عرف حكم الإدغام الشفوي للميم الساكنة مع التمثيل الوضعية الثانية بالنسبة للوضعية الثانية أو القدوة عند السياق نقرأها القدوة شرعاً هي اتباع شخص آخر في سلوكه وتصرفاته وللقدوة نوعاً أو وهي نوعاً قدوة حسنة وقدوة سيئة القدوة هي أن نتبع شخص آخر في سلوكته أو التصرفاته وعندها نوعان قدوة حسنة قدوة جيدة وقدوة سيئة الآن التعليم أولاً ما هي فوائد الصحبة الحسنة؟ ما هي فوائد الصحبة الحسنة؟ الصحبة الحسنة أكيد لديها الكثير من الإعكاسات الإيجابية على الإنسان أحن نذكر مثلاً أربعة فوائد ثانياً بمن يقتدي المسلمون ولماذا؟ المسلمون من هي القدوة من دع المسلمون؟ ولماذا؟ نذكر السبب الوضعية الإدماجية أكتب فقرة لا تقل عن عشرة أسطر تبين فيها الحكمة من زكاة الفتر رح نكتب فقرة صغيرة لا تقل عن عشرة أسطر يعني من عشرة أسطر فأكثر نحن نبين فيها الحكمة من زكاة الفتر أو الحكمة من تشريعها يعني ما هي الحكمة أو السبب وراء تشريعها ننتقل الآن إلى الجزء التالي وهو جزء الإجابة أو التصحيح الوضعية الأولى حل الوضعية الأولى التعليمة إكمال كتابة الأولى سوف نكمل كتابة الأولى ونضبطها بالشكل التام بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علينا وما أدراك ما علينا كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم لدينا الآيات من 18 إلى 28 من سورة المضففين هنا سأعيد مرة أخرى لكي تترسخ في أذهانكم حل الوضعية الأولى واحد إكمال كتاب الآيات الكريمة مع ضبطها بشكل تام بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علينا وما أدراك ما علينا كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم ثانيا شرح الكلمتين الآتيتين لدينا كلمتان نحن نشحوهم أولا تسنيم تسنيم وهي عين عالية في الجنة أما ثوبة أي جوزية ثوبة أي جوزية عندنا تسنيم عين عالية في الجنة والثوبة بمعنى جوزية ثالثا عرف حكم الإدغام الشفوي للميم الساكنة مع التمثيل نحن نعطي المثال الإدغام الشفوي للميم الساكنة نحن نشأن ستخطي الميم المتحرك بحيث تصيران ميما واحدا مشددة في النطق مثلا رسم المصحف أنهم مبعوثون التلاواء أو النطقة تصبح ميم واحدة ومشددا نقول أنهم مبعوثون ولدينا حكم التجويد الإضغام الشفوية حل الوضعية الثانية واحد فوائد الصحبة الحسنة للصحبة الحسنة فوائد كثيرة أو انعكاسات إيجابية كثيرة على المرأة ولهذا يجب علينا دائما أن نختار صحبة حسنة الآن ذكرنا أربعة فوائد للصحبة الحسنة نقرأ أنها سبب لنجاة في الدنيا والآخرة ثانيا يكسب بها الإنسان حلاوة الإيمان وينال بها الراحة النفسية والطمأنينة ثالثا يجد دائما الإنسان من يذكره وينصحه ويشير عليه بالآراء السديدة وأيضا هو دافع لأفعال الخير والابتعاد عن الشر والفساد إذن فوائد الصحبة الحسنة أنها سبب للنجاة في الدنيا والآخرة يكسب بها الإنسان حلاوة الإيمان وينال بها الراحة النفسية والطمأنينة ويجد دائما الإنسان من يذكره وينصحه ويشير عليه بالآراء السديدة بالإضافة إلى أنها تعتبر دافع لأفعال الخير والابتعاد عن الشر والفساد ثانيا يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو أعظم قدوة وهو أيضا يعتبر المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع مراحل حياتها وأيضا في مختلف جوانبها ومجالاتها لأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل على حبه وطاعة لله تعالى الوضعية الإدماجية بالنسبة للوضعية الإدماجية تكلمنا فيها عن أحد الفرائض التي فرضت على المسلمين وهي زكاة الفطر وأيضا سوف نتكلم عن فوائدها وإنعكاساتها الإيجابية وإيجابياتها على الإنسان وعلى المجتمع عامة إذن ها هي كتبنا فقرة قصيرة نقرأ في الشريعة الإسلامية عبادة موسمية فرضت على المسلمين في موسم محدد من السنة عبادة ارتبطت بموسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهي أكيد زكاة الفطر هي واحدة من أفضل العبادات على الإطلاق والتي لها أجر عظيم عند الله تعالى فمن فوائد إدراج هذه الزكاة الحمد من فكر في الفوائد أو الإيجابيات فمن فوائد إدراج هذه الزكاة أنها تعتبر طهرة للصائم ما قد يقع فيه من معاصي أو تقصير في الواجبات الدينية كما أنه من فوائدها جعل المسلم يشعر بأخيه المسلم فتجد الغنية يحسن إلى الفقير وتعمل هذه الزكاة على تطهير النفس من الشحة وترقى بها إلى درجات جد عالية وتقربها من خالقها الله تعالى أكيد ثم إن زكاة الفطر تقرب الناس من بعضها البعض فتقوي أواصر الأخوة والمحبة والتعاون بينهم وها قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم حكمة اليوم تقول من الصعب أن تعثر على السعادة بداخلك لكن من المستحيل أن تجدها في مكان آخر سلام